مساء الخير الدنيا أكيد لسه عيد وأكيد لسه في ناسنا وأهلينا وشعبنا لسه الناس بتعيد يعني لسه الأجازات موجودة والناس أعتقد على خلاص يوم الحد رسميا الناس تعود إن شاء الله إلى العمل لكن فيه ناس زي حالتنا خلاص نزلت وبدأ العمل بالفعل وبدأنا نشتغل لكن ساعات وانت في العيد تتابع إيه باقي العالم فتلاقي إن العالم الأزمات مازالت متواصلة الدول بتحاول إنها تقف على رجليها وتساعد مواطنيها في الفترة من يومين أو أول مبارح تقريبا لقينا كده تصريحات من بريطانيا من مطار هيثرو تحديدا وإنتوا عارفين إنه مطار هيثرو من أكبر المطارات الموجودة في بريطانيا وهو المطار الرئيسي الرسمي يعني طبعا فيه مطارات تانية رسمية ورئيسية ولكن ده المطار الرئيسي اللي فيه حركة كبيرة جدا للطائرات ففجئنا بهذا البيان من هيثرو اللي بيعلن فيه بإنه يعني مش هيقدر يستوعب السعة بتاعته أكتر من مئة ألف يعني راكب أو مسافر لإنه عنده مشكلة كبيرة في مسألة استلام الحقائب المشكلة جات من إيه؟ من وقت كورونا يعني تم تخفيض عدد الناس اللي بتشتغل في المطار وبالتالي بعد أزمة كورونا الناس ما رجعتش بنفس الأعداد لأنه دخلوا تاني في الأزمة الخاصة الأوكرانية الروسية فالأعداد العاملين قليلة وبالتالي فيه هرج ومرج دائما في المطار والحقائب واللي بتضيع فقرر مطار هيترو إنه يطلب من كل شركات الطيران في العالم إنها تقلل من رحلتها أو تقلل من يعني الطيرا ما تبقاش مليانة على الآخر يبقى فيه أعداد أقل عشان يقدر يستوعب طبعا كل شركات الطيران الآن بتراجع تذكرها وبتراجع رحلتها وللأسف طبعا ده وقت مفروض إنه شركات الطيران ده بنسبة لها ده وقت عالي جدا سيزون بالذات في أوروبا ويعني حتى عندنا بنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط هي برضو وقت الأجزاء اللي هو شهر سبعة وشهر تمانية هم الحقيقة علقوا ده وقالوا إنه هم طلبوا من شركات الطيران إنها تتوقف عن هذه يعني يقللوا من الاستيعاب عشان يقدر يستوعب كل الرحلات اللي بتبقى موجودة أحيانا في وقت واحد وده هيكون لحد منتصف سبتمبر تقريبا أنا فاكرة من شهر ديسمبر أنا رحت بريطانيا وقعدت مثلا على الجوازات أكتر من ست ساعات علشان برضو عدد العاملين قليل ما كانش مستوعب كل الناس فيبدو إنها مشكلة بتحاول مطار هيترو بتحاول بريطانيا بشكل عام إنها تعود وتتعافى الأزمات طول الوقت أنت بتقراها في العالم إن كلنا عايشين في النهاية في دايرة واحدة فاللي بيحصل هنا أكيد بيأثر علينا برضو من بعيد أو من قريب ولكن كلنا في نفس الدائرة